بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طالبات وطالبات الصف الأول الثانوة في المدارس التطبيقية التكنولوجية أهلاً وسهلاً بكم النهاردة هنبدأ general revision على two units اللي في first term السؤال الأول بقول لي factorize each of the following expressions طب أنا عشان أعمل factorize بالنسبة لل expressions دي إيه اللي بيحصل أول واحد عندي بقول لي x square plus 4 x plus 4 فأنا بفتح two brackets عادي وقوله والله x square ده first term والlast term عندي first term هنا x square بعمله x times x طب والfour والله بدوره على الفور دي عبارة عن one times four أو two times two المهم submission بتاعهم يكون four اللي في المدارس التطبيقية بحلاق أن two plus two هي اللي four يبقى أعمل الاخير positive يبقى الاتنين زي اللي في النص يبقى ده positive وده positive واحد تاني ممكن يقول لي يا مستر طب أنا ممكن أعملها بالكالكوليتور وعمل ايه؟ هقول له والله هفتح مود five three ودخل a بone equal البي بfour equal c بfour equal يبقى في الحالة دي بقول له equal يبقى لتطلع الـ x negative two والـ x negative two الـ x value بتبقى negative two طب يبقى الاتنين بيكونوا زي بعض يبقى أحطها بالعكس بقى إما حطها هنا هتبقى negative two هتبقى plus two plus two وبالتالي دي لما أجعل لها factorizing هتبقى x square x times x والـ six دي بشوف two numbers الـ product بتاحهم six الـ six دي هلاقي one times six و two times three بس مين اللي سمشن بتاحهم seven ها هلاقي one و six يبقى هكتب هنا one times six الاخير positive يبقى الاتنين زي الميدل تيرب الاتنين positive لو عملتها بالكالكوليتور هلاقي n هدخل برضو مود five three three برضو وهدخل one equal اللي قدام الـ x square اللي قدام الـ x seven equals six واقول له equals هتطلع لـ x الأولانية بـ six فأعمل الـ bracket اللي أولاني equal ثاني هنا equal x negative one و x negative six يبقى عملها x plus one و x plus six اللي أنا حملتها طيب السؤال اللي بعده بقول له والله هنا بفتح two brackets الـ x square بعملها x times x طيب والـ 15 الـ 15 دي أنا عايز الفرق بينهم باعشان دي minus فأنت بتعمل one times 15 عادي الـ 15 هتقول 15 minus one بـ 14 ما تنفعش ما تنفعش دي طيب ما تعمل two times three times five بـ 15 five minus three بـ two أو تنفع هنا يبقى ثري يبقى أكتب هنا ثري و five بس الكبير هنا في الحالة دي الكبير ده هيبقى زي الميدل ها والتاني عكسه وبالتالي مما جاستخدم الكالكوليتور هتطلع لي ثري و five بعكس الصايد مما جا أدخل الكالكوليتور برضو بمود five ثري برضو نفس الكلام هدخل هنا one equal two equals negative هذه النيجاتف ها هي 15 one five أقول له equal تطلع الأولانية equal كام ثري فيبقى البراكت الأولانية هيبقى x minus three طيب والتانية x minus five تبقى x plus five لبقى أنا بحطها بعكس الايه بعكس الكالكوليتور هنا في الفاكتوريزيش يبقى هنا بالتالي هنا هقدر أعمل الكلام ده بسهولة بالكالكوليتور بقى خلاص ما فيش مشكلة يبقى أدخل برضو مود five مود five three ها أدخل واحد equal negative ten ها negative ten equal ثاني اه twenty one positive equal equal الـ x الأولانية بسهن هتبقى x minus seven والتانية x بثري بx minus three يبقى أكتب هنا x minus seven وx minus three برضو نفس الكلام هنا الكالكوليتور هيخدمني فيها بسرعة بس أنا هنقول هنا حاجة لما تبدأ تدخل مود five three برضو هندخل three ها equal equal negative two هذه negative two equals negative one equals هتطلع لي كامل x الأولانية one يبقى البركت الأولانية هيبقى x minus one والتاني بقى أنا هبدأ أكتب الكلام ده ازاي بقى احنا قلنا الأولانية x minus one فيبقى هنا ايه x plus one x minus one زي ما قلنا لشان كان نطلع الـ x الأولانية equal one التانية طلعت x equal negative three third او ما اخد معلش انا هكتب كده x equal negative third على الآلة اضرب three في اكس plus one وغير ساي نديد نحية التانية يبقى three x plus one طيب التانية يبقى تبقى x minus one حتى لما اجي اتأكد ان حل صح هضرب الأول في الأول x في three x يديني الفرست خير اللي هو three x سكوير و negative one في positive one يديني negative one الأخير طب والميدل هاضرب الاثنين اللي في النصف بعض كده هتبقى negative three x وال اتنين اللي في الحرف دول يبقى negative one x يبقى positive x هنا اجمع الاثنين هتبقى negative two x اللي هو في الميدل المزبوط يبقى انا بعمل على الحاجة اللي عني في السؤال التاني برضو هدخل على الكالكوليتور على طول بقى يبقى احنا ثابت عندنا طيب اعمل ايه بقى ادخل عندك ايه البيانات بتاعتك اه ده five equals equals three equals negative two ادي negative two equals تطلع ال x الاول انه تطلع two over five طب اكتبها ازاي اضغب five في two ها minus two يبقى اكتب هنا five x minus two طيب والتانية اه التانية تبدأ equal كمان ب negative one تبقى x plus one تبقى هنا x plus one طيب كده خلاص اه كده خلاص ده 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 طبعا ايه الفاكتوريزيشن بتاع المسألة التالتة مش التانية طيب التانية امرها سهل برضو هدخل three eight four بمود five three برضو مود five three بfive equal آه 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 سوري three eight five آسف يبقى هنرجع تاني هنا اول حاجة عندي three three equals eight equals four equals equals تاني negative two over three تبقى three x plus two تبقى البركت الاولان هنا معلش ديها تبقى three x plus two three x plus two times كان بقى البركت التاني اه equal كمين مرة تدين x negative two تبقى x plus two في الفاكتوريزيشن تبقى x plus two يبقى أنا ممكن الكالكوليتور يخدمني في الحاجات دي كلها وبالتالي هنا معي في السؤال التاني complete h of the following expression to be perfect square هو انت يعني يكون perfect square الperfect square مثلا أنا عندي 4x square ده الاولاني وال التاني ده احنا عارفين ان لما نفك a plus b all square بنفك ها ازاي بنضرب الاول في نفسه يبقى a times a بتبقى a square طب والتاني في نفسه يبقى plus هنا b square last term ده الفيرست وده last بضرب اتنين في first في second يبقى plus to a b ده بسمي middle term middle term طب middle term ما انا بجيبه ازاي بقى اه بيبقى عبارة عن ايه اتنين في root first ده first root first في root second او root last اللي عندي ده اللي هو third يعني root third او last طب ده مين ده middle ده ثابت في كل حاجة اه ده ثابت في كل حاجة طيب وبالتالي هنا ما اجيب root ده positive root طبعا انا بيخدر positive root يبقى root fourth two ودي x وroot dه one اضربهم في كم في اثنين سابت يبقى اثنين في اثنين يبقى في two كمان يبقى root الاولان وده root الاخير اضربه في اثنين كان في two كمان يبقى two one by two by four x بنفس الطريقة هكمل ده يبقى اخذ root six root five x اضرب five x six اضرب them في two كمان يبقى thirty t في two يبقى six t x طب وهنا hundred اضرب ten x ten x في ten x طب وده eighty one فتبقى nine يبقى two times nine eighteen eighteen times ten تبقى one eighty x يبقى بنضرب في two كمان طب نفس الكلام هنا او نفس الكلام بس انا هنا عايز اللoster اللoster يبقى معنى كده ان انا وقعدها بتقولي ان الميدل term الميدل بساوي اتنين في روت الفيرست في روت الثير طب الفيرست عندك كام الميدل عندك بكام الاول او الميدل ب 36 x طب واتنين في روت الفيرست روت الاولاني البوسط في روت 6 x طب في روت الثير طبعا الـ x دي ممكن اشيلها مع الـ x دي والـ 6 دي ممكن اعمل وعمل هنا وهنا تبقى هنا ثري بتسوي روت الثير روت الثير معنا ايه طب روت كام بس دين هنا ثري بحط هنا ناين بنفس الطريقة هنا برضو نفس الكلام احنا بنقول بنقول ايه برضو بنقول الميدل تن بساوي اتنين في روت الفيرس في روت اللاست طيب الفيرس عندي بقى اتنين الميدل ترم عندي 50x 50x بتسوي اتنين ادي تو عندي في روت الفيرس يبقى 10x times روت الثير انا عايز ده طب الـ x دي هتروح مع الـ x دي والـ 10 ده لو عملت ديفايد الـ 10 هتبقى هنا ديفايد الـ 10 هتبقى هتبقى ديفايد اكوال طبعا الـ x خلاص ده اتبقى يبقى هعمل هنا وهنا يبقى وبالتالي هيبقى روت الثير هيبقى روت الثير بيساوي على 2 يبقى الثير ده هيبقى كام هعمل سكويرلي ده يبقى على 4 يبقى حط هنا نفس القيمة هنا برضو انت بقى انا ممكن روت الاولاني 2x 2x times 2 ب4 الفور هنا دي 12 يبقى هنا 3 يبقى 3 سكوير يبقى هنا ناعمل طبعا هنا برضو نفس القصة انا هقول والله روت ده يبقى 5x 5y وهنا طبعا في x يبقى هنا x سكوير وهنا 5 times 2 10 لسه هنا 10 10 20 divided 2 20 divided 10 اللي انا قلتها يبقى 2 ويبقى يحط هنا 4 اللي سكوير بتاعت 2 او اكتب الرول بتاعتك يبقى x y بتساوي روت 2 في روت 1 في روت 3 روت اللي هي 5y طيب الواي دي تتشغل مع الواي دي وال 5 divided 5 2 times 5 10 يبقى نعمل divided 10 هنا يبقى نشيل 0 ده يتبقى 2 x 2 x دي هي روت الفرست يبقى الفرست بيساوي ايه 2 x يبقى 4 x square زي ما احنا قلنا برضو نفس الكلام هنا دي 6 طبعا المفروض نعمل times 2 بتبقى 12 طبعا ما دي 12 divided 12 1 يبقى y هنا x y ما فيش هنا y خالص يبقى x square y square x square y square يبقى اخد روت بتاع تبقى x y 2 2 6 1 طبعا روت بتاع 1 times 2 هتبقى 2 يبقى 2 2 يبقى 2 square تبقى x square يبقى المسألة بسيطة ومفيش اي مشكلة السؤال اللي بعد كده بقول لي solve اه هنا solve ده square احنا هنحل رقم واحد والباقي هيبقى بنفس الطريقة لازم اعمل completing square احنا ال constant عندي هنا في side constant 5 و x square plus 2 x square coefficient تحوان اللي قدام هنا واحد يبقى ينفع اعمل ايه اخد half يعني اخد x square plus 2 x دي وازود عليها النحية دي ازود عليها ايه 2 بعملها divided 2 واعملها square 2 divided 2 1 square تبقى 1 ايبقى ازود هنا 1 وازود على 5 النحية الثانية ازود في left side وفي right side 1 ايه اللي انا بزوده ده اللي هو half coefficient of x all square half coefficient half coefficient of x all square العدد اللي قدام x اخد نصفه وازوده يمين وشمال طب شمعنا بقى عشان انا هبدأ احول يبقى ده هيبقى complete square هيبقى x plus one all square عشان اما افكه x يديني x square 1 1 2 1 2 2 x يديني 2 5 plus 1 6 اخد square root two sides يبقى x plus one positive or negative root 6 وبالتالي x بنفس الطريقة انا ممكن اوصل لرخم 2 و3 السؤال اللي بعده x square minus برضو هنا by a completing square طب by complete square يبقى x square minus 4 x equal negative one هنقل ده النحية ثانية وهشوف نص coefficient of x اخد 2 square يبقى 4 يبقى x minus 4 x plus 4 الناحية الشمال و negative 1 plus 4 باخد 4 divided 2 square اللي هو اللي قدام ال x ده سواء positive or negative مش هتفرق معايا لان انا بعمله square فتبقى هنا 2 square اللي هي 4 فانا بزود 4 يمين و4 شمال طب negative one plus 4 تبقى 3 طب وده اعمله bracket board ولان انا عملت complete square خلاص يبقى x minus اللي في النص و root 2 يبقى x minus square يبقى x minus root 3 طب يا سيدي positive root 3 دي معناها ايه معناها x n اللي التون ناحية الثانية يبقى plus or minus root 3 يبقى هو ده solution بتاع في مسألة برضو بقول solve using completing square نفس الطريقة هنا برضو x square x square كله زي بعض يبقى انا هقوله رقم واحد بقولك x square plus 3 x هنقل الناحية التانية negative 2 طب انا هزود كم هنا و هنا يمين و شمال هاخد نص x 3 على 2 square اه 3 على 2 square اكتبها كده ايه تبقى 9 على 4 يبقى هنزود هنا 9 على 4 وهنا plus 9 على 4 طب وبعدين هعمل الاولان براكت square هاخد root x square x plus طبعا هنا 3 x عشان ما ننساش بس وهنا 9 على 4 9 over 4 يبقى 3 over 2 الرؤيت بتاع يدين 9 over 4 معناها 2 and quarter minus 2 تبقى quarter بس يعني 9 على 4 يعني 2 وربع تقريبا يعني 2 وربع ما نشيب منهم 2 يتبقى بوسطف or negative بوسطف or negative كام root 1 over 4 طب root 1 over 4 يبقى x plus 3 over 2 equal half طب وبعدين هتقول يبقى x equal half الاول اللي هو positive minus 3 over 2 or x equal half half minus 3 over 2 اشوف دي بكام ونشوف دي بكام half minus 3 over negative 1 تقريبا والتانية half minus 3 over 2 d plus 3 over 2 يبقى تبقى 1 حدو 3 4 2 2 2 2 2 2 1 negative 1 2 negative 1 لو انا عايز solution 6 لو قال لي solve اطلع له x عادي صحيب هنا بيديني هنا بقولي the sum of a number طب هو number ده انت اعرفه and x square is 72 is 72 to find the number طالما انا ما عرفش النمبر ده اسمي النمبر ده x طب انت بتقول الصم يعني adding plus يعني x square يبقى x square equal cam 72 طب وهذه طالما x square plus x equal 72 لما تخلمها x square plus x ها minus 72 equal 0 وبعدين اعمل factoring يسيدي factoring بالcalculator او بالآلة اضغط على mode 53 ودخل 1 equal 1 ثاني اللي قدام x equal negative 72 وبالتالي هيطلع لك ايه هيطلع x ب8 والx بكام ب negative 9 طيب انت نكتب ازاي الكلام ده اه هكتب كده اكسب negative 9 يبقى x plus 9 x plus 9 والتاني اكسب 8 يبقى x minus 8 يبقى في الحالة دي هتطلع القيام اللي في الكل الكل 8 و اكسب negative كام اكسب negative 9 يبقى solution يبقى هو قال لي النمبر ده بوسف ولا negative لا يبقى the number the number is 8 or negative 9 لانه ما اشتردش هنا ايه يبقى انا هو تاني الرقم negative 9 او ايه او زي ما هو طلع لي 8 او negative 9 طيب السؤال اللي بعده بقول the product of the product of a السؤال بقول the product of a number and يبقى انا عندي number وعندي the number increased by 4 is 96 طب هو كلمة product معنى times طب والنمبر ده اسمي x طب الx ده هتتضرب في مين هتتضرب في number increased by 4 يبقى x plus 4 طب الكلام ده بيساوي كام اللي 96 خلاص يبقى انا نقدر نقول x times x x square x square plus x times 4 before x minus ال minus 96 دي النحية دي واعمل minus 96 equal zero طب وبعدين اقول له والله انت بتعمل factorization صح اعمل factorization طب انا اعملها بدماغي لا اعملها بالكالكوليتر العادي ازاي اقدر ربط عندنا mode 5 3 هادي عندك هنا mode 5 3 اه mode 5 3 ودخل x 1 بساوي x 4 بساوي x بساوي وقل بساوي تطلع x الاولانية ب8 والx التانية ب12 اكتب له كده x equal 8 و x equal negative 12 طب ما اكتبها في البراكية اكتبها بالعكس امقل الدي الدي ناحية تبقى x plus 12 وهنا x minus 8 مال يبقى 2 numbers يبقى 2 numbers 2 possible numbers اخد بالك يبقى 8 plus 4 وكام و12 طب او انت قلتلي الاولاني negative 12 يبقى plus 4 يبقى negative 8 يبقى 2 numbers يبقى 8 و negative 8 و12 يام negative 12 و negative 8 لما زود على 1 4 negative 12 يدين 10 طب السؤال اللي بعده بولي 24 is subtracted from the square of a number طب هو the result is 5 times original number for the number what is the number يعني what is the number طب انت بتقول 24 subtracted يبقى 24 اهل 24 subtracted يبقى ما ينصها من square of a number يبقى x square the result is يبقى the result equal 5 times the original يبقى 5x طب يبقى 5x خلاص يبقى اعيز x بك انقل بقى x square minus انقل دا النحية دي minus 5x minus 24 equal 0 طيب وبعدين هعمل factorization واستخدم الكالكوليتور بتاع ما يوجد الكالكوليتور هستخدم الكالكوليتور بتاع mode 53 برضو هذه mode 53 quadratic يبقى mode 53 وادخل 1 اللي هو لقدم x square و negative 5 negative 5 اللي هي لقدم x بساوي negative 24 اللي هي الconstant number واده negative 24 بساوي negative 24 واقوله equal اطلع لأكسب 8 واكسب 3 اكتب x 8 واكسب negative 3 واروح كاتب هنا x minus 8 اعكس الكلام ده واعكس x plus 3 طيب هو بولي what is the number واقوله the number is 8 or the number is 3 the number equal 8 or negative 3 لأنه هما الاتنين بحققوا الشرط ده السؤال اللي بعد بقول لي the sum of the sum يعني plus طيب the two numbers is 9 the sum بتاعهم 9 and the sum of their squares is 260 طيب هو numbers دول sum بتاعهم 9 يبقى نمكن أقول 1 x و x والتاني 9 minus x طيب sum of 0 square يبقى ممكن أقول x square plus 9 minus x all square equal to 161 طيب وبعدين find the numbers أفك كده وفك كده أفك كده x square ما فيهش مشكلة 9 في 9 ب 81 وال x في x س square الآخر و 2 في 9 في negative x هي minus 18 x و انقل ده معاه minus 261 equal 0 طيب بعدين هي x square plus x square 2 x square طيب و minus 18x ما فيش حاجة زي ها يبقى 18x طيب 81 و minus الكلام ده والله انت هتبقى minus كام اعمل على الآلة عادي يبقى هكتب 81 طبعا هنرجع الآلة طبعا على calculation هنكتب minus 81 الاول positive minus 200 كام 261 تقريبا بالساوي negative 180 يبقى لو هي negative 160 يبقى negative 180 negative 180 يساوي 0 طب وبعدين ممكن هنا 2 اصيبها زي ما هي وممكن اعمل divided 2 حسلي عشان هنا 2 18 يبقى x square minus 9 minus 18 divided 2 minus 9 x طبعا 18 divided 2 تبقى 90 equal 0 ابدأ اعمل factorization بالكالكوليتر بتاع mode 5 3 mode 5 3 هدخل 1 بساوي equals negative 9 equals negative 90 الامور بسيطة جدا ومعظم الحاجات تتحل بسهولة equal 15 والx التانية negative 6 يبقى x equal 15 وx equal negative 6 هعمل ها في البراجتس زي بقى احنا قلنا بنغير في sine factorization يبقى بساوي 0 بهنا x plus 6 منقل دي كده وx minus 15 لكن في solution بتاع equation باكتبها زي ما هي عشان بنقل 5 15 النحية ثانية با positive 15 نقل positive 6 با negative 6 يبقى له the number the number is is طبعا هو ليش positive ولا negative اقول له 15 or negative 6 طيب في السؤال ده بقول لي two numbers two numbers عندك هتبقى فيهم يبقى هيبقى هيبقى فيهم two numbers عندك ها differ by 5 يبقى ممكن تسمي العولاني x والتاني 5 minus x أو x minus 5 مش هتفرق كدير يبقى 5 minus x طيب this sum of this square يبقى ها قول له x square plus ها 5 minus x all equal 13 طب نفك كده زي ما هو وهنا five times five between five وبعدين آه minus 2 في 2 times five times x يبقى minus 10 x آه plus x square آه بالمرة كده انقل 13 معهم يبقى نيجي في 13 equal 0 ليه عشان احاولها لكوادراتك يبقى هنا 2 x 2 x square minus 10 x و 15 minus دي تبقى plus 12 ممكن تعمل equal 0 دي ممكن نعمل divided 2 يبقى في الحالة دي x square minus 5 x plus 6 دي مهمة تالي كلنا حفظين الفاكتوريزيشن بتاعها x minus يبقى يبقى بالثري طيب أو لو الأولاني ثري يبقى الثاني كان طيب السؤال اللي بعده بوليا ركتانجل يبقى احنا نفرض الوث بتاعه X يبقى الثاني X plus 6 طيب 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 يبقى يبقى X times X plus 6 equal الارية اللي بكام ب91 طيب يبقى X square اضرب دف ده ودف ده يبقى plus 6 X وعدين minus 91 equal 0 طيب أنا في الحالة دي مش عارف عامل factorization 91 ممكن والله أستخدم الكالكوليتور كده بما أشوف mode 5 3 هتدين ايه mode 5 3 وادخل هنا 1 equal equal 6 equal minus 91 equal equal بقى ده الـ X طلعت الأولين بـ 7 والتانية بـ 13 يبقى يبقى X equal 7 و X equal negative 13 طيب اكتبها في الـ factorization ازاي بنكتبها بالعكس X minus 7 times X plus 13 equal 0 يبقى يبقى X يبقى the width equal 7 سنتيمتر طيب الـ لو انت عايز تجيبه 7 plus 6 7 plus 6 هيبقى 13 حتى لما تيجي تضرب 7 في 13 هتلاقيها 91 اللي هي الـ area اللي هو الده السؤال اللي بعد كده بقولي rectangle has base 2 centimeter more than altitude اللي هو الـ height بتاعه يعني طيب يبقى ده لو كان اسمه X height يبقى X plus 2 طيب و الـ area 94 point 2 نفس الكلام يبقى هنا X times X plus 2 equal equals 49 point 5 طيب وبعد ينفق X square ماشي minus ولا plus لا plus plus 2 X minus 49 point 5 equal 0 عشان هننقل ده بصين مخلف وعمل factorization عادي او بالcalculator هتبقى الامور بسيطة او بالformula عادي يبقى ادي mode 5 3 برضو ادي mode 5 3 هدخل 1 equal 2 equal هدخل negative 49 point 5 بقوله equal equal اول واحدة تطلع اه لا تطلع بعدها بالformula اه يبقى الX في الحالة دي equal X equal negative 2 plus root 202 واتنين مش عارف على كام بقى اللي حافظ negative 2 على 2 طيب او اكيد negative 2 minus root 202 على 2 طبعا واحنا واقفين هنا negative 2 هندغط S دي هتطلع 6 point 1 يعني الX تقريبا كده تطلع 6 طيب تطلع 6 تقريب الحالة التانية طبعا هكتب equal ثاني فهتطلع دي negative مش هتنفع تبقى لي بقى ده هيبقى refuse لان هيبقى negative وانا مش هاقض دي بالnegative يبقى X بتاعتك about 6 السؤال اللي بعد كده بقول use the theorem of bythagoras to find the value of x طيب وبعدين انت عايز value of x اه انا عايز value of x طيب انت مش عندك ده hypotenuse اه ده hypotenuse يبقى ده square equal square plus square طب ما تكتب الكلام ده يبقى تكتب 2x minus 2 all square equal x plus 2 all square plus x square فك كل واحد واعمل simplify وقالتهم في صعيد واحد equal 0 يبقى هنا 4x square 2x 2x وهنا 2 2 2 4 2 8 minus 8 x minus 2 minus 4 equal x square plus 4x plus 4 يبقى دولار 3 بتوعة ده وده plus x square ان الكل بقى x square x square 4x square 4x square minus x square minus x square 2x square وهنا minus 8x minus 4x minus 12x وهنا 4 minus 4 هيتcancel وخلاص equal 0 ممكن اخد 2x common او x common نفسها 2x common احسن 2x common يتبقى x minus 6 equal 0 يبقى في الحالة دي x 0 او x بتسوي 6 وطبعا هنا x 0 دي refused لان في side x بنفع side 0 ده بالنسبة لل first graph بالنسبة لل second graph بالنسبة لل second graph انت عندك dx وdx plus 8 وdd برضو ده hypotenuse ده سكوير 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 بلس ده سكوير ممكن نكتب اي واحد فيهم ممكن نكتب ده سكوير بلس ده سكوير نكتب x سكوير المرة ده بلس بلس plus 7 all square equal x plus 8 all square هنفك البراكت دي طبعا هنا x square مفهاش فاك الثاني هتبقى x square plus 14 x plus 7 في 7 49 اعتقد كلنا نعرف الكلام ده x في x هتبقى x square و2 في x في 8 يبقى 60 x plus 8 times 8 ب 60 هنقل ده كله ناحية التانية ممكن نشيل x square دي مع x square دي يتبقى x square واحدة وهنا 14 x minus 60 x لو نقلت ده الناحية تانية يبقى minus 2 x وهنا 49 minus 64 يبقى هعملها على الآلة او بدماغ هتبقى طبعا minus 14 minus 9 هتبقى 5 وهنا 5 minus 4 هتبقى 1 equal 0 يبقى هتبقى انت اعمل كلام ده factorization x x يبقى 5 times 3 لان دي اله refused عشان مفيش side بالنسبة ل طبعا انت عندك دي ممكن تنقلها الناحية التانية يبقى x سكوير هتسبقى negative 9 اه يبقى انا ماينفعش احل في الريل يبقى x هتسبقى negative root negative 9 احنا قلنا لما يبقى root negative يبقى حط i يبقى positive or negative root 9 i يبقى في الحالة دي يبقى 3 i يبقى solution set بتاعتك تبقى 3 i negative 3 i طيب نفس الكلام هنا plus 1 هتبقى positive root negative 1 نفس القصة برضو هاخد هنا positive root negative root negative 25 هتبقى 5 i واخد root لل two sides وكده نكون انتهينا من first part revision ونكامل ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته